شأن السياح وفي طاية تشجيع السياحة والتثمار في الجزائر افتتح أحد المستثمرين فندق يعتبر ضمن مجمع أزاد الافتتاح تم بمقر الفندق الواقع بغرب العاصمة في شطئ النخيل نتابع مع أحمد صفونايسي كثيرا من أسمع عن افتقاد الجزائر لهياكل وملافق فندقية من أجل استقبال الزوار والسياح عزيز مستثمر صاحب مجمع أزاد افتتح فندق أزاد بشاطئ النخيل بسد فرد غربية العاصمة بالأفتاح هو أننا جاء une qualité de service exceptionnel pour l'ouverture du troisième hotel de azad hotel c'est un hotel, c'est un boutique hotel au fait au bord de la plage pied dans l'eau avec qui dispose d'un restaurant au bord de la plage والمشاركة، وينياحجة الكثير وكملات بيوم خطوة ويوم بصين ومن خطوة حيث دولة كلها، من البداية من البداية ، من خطوة ون رئيسة ومن خطوة ويوم صحيحة ومن خطوة في هذه المنظمة، هذه الخطوة بخطوة، 3 كممتزة فندق باستطاعته أن يقدم خدمات نراقية ومن شأنه تقديم الإضافة للسياحة الجزائرية ويستقطب العديد من السياح جميل جدا السياح الموظفين كتير لزيزين المحل كتير حلو بيطلع البحر الدكور كتير حلو كتير طيب بس فندق أزاد يعني سبق الأكل اللبناني صار أفضل منه دكور رائع جدا سيرفيس رائع جدا بروفاشنال جدا سيرفيس وستعف أول ما تجوا دايما فيكم تعرفوا أنتو من رواحد ويخبركم القتال عن كل شيء موجود فيه نوعية دايفرسيتي رائعة مثل هكذا مبادرات من قبل المستثمرين المحليين تعطي دفعا إضافيا لسياحة بالجزائر أمام عدز الفنادق العمومية عن تقديم خدمات في مستوى التطلعات ترجمة نانسي قنقر